السلام عليكم بشمع انسية السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم كده السوت وطح او او اذا ديش يا جماعة انا بعتذر لكم عن انبارح والله وانا شغلت فعلا الموضوع سقت من دماغ خالص ان انا المحاضرة عشان المحاضرة معدنا التلات فما ركزتش كان عندي امتحان ربعة ابتدائي ساينس فالوقت اخدني بذكر للولد وصحيت على ان المندوب بتاعكم بعتلي يقول لي المحاضرة بدأت وكده فانا بجد بقى اتذر يعني انا اتشغلت عنكم مفيش يعني ادعونا بقى نخلص ربعة ابتدائي دي على خير ان شاء الله الله يخليكم ماشي بشمع انسين احنا نبدأ مع بعض النهاردة دي اخر محاضرة في المحاضرات اللي هي قبل التخصصية بكرا ان شاء الله هناخد محاضرة مدني وبعد كده هتاخد ثلاث محاضرات اللي هي عمارة وكهربا وميكانيكا فا دي اخر محاضرة نعم دكتور بعد ازدك بس بتاعز ازال سؤالي يعني هو بدأ من المحاضرات اللي الجاية بقى نبدأ نعرف كل تخصص ايه وظيفته وكده بالزبط اه اخر محاضرة بالنسبالي انا كده دكتورة شايمة لكن الباقي بقى هيكملوا معاكم التخصصات التانية يعني هيبقى في محاضرات تانية في تلات محاضرات مع دكتورة كل قسم وفي دكتور منه هيخش اه تمام بس انا اقصد هل هيبقى في محاضرة بكرة ولا هنبدأ من الاسبوع الجاية لا هيبقى فينش في محاضرة بكرة لا دي المفروض كان بديله للاسبوع اللي فات لكن لو عايزين مسلا نأجلها شوية عشان ما يبقىوش محاضرتين في يومين ورا بعض مفيش مشكلة في ادنا برضو نعمل كده هوا ينفع نأجلها طبعا طيب خلاص نأجلها نشوف ممكن نعملها امتى نعملها لحد بس حد يفكرني قابليها ماشي دكتور اه بالنسبة للمتر الخميس بلا اشانا الخميس بتاعي نبعد عن الخميس دكتور اطلع حقيقة هتأجل يعني ان محاضرة بتاعة بكرة في اي يوم تاري هتكون بعد ساعة تسعة يعني زي جاعة كنز دلوقتي زي دلوقتي كده بالزبط طيب تمام ما فيش مشكلة هو برضو بمناسبة بالنسبة لي ان هي بتبقى بعد تسعة دي بتبقى انسب لي برضو طيب بالنسبة لي بترمي دكتورة الاعادة ولا شهادات شهادات معادلة اه دكتور سامي بقى يعني تابع مع دكتور سامي هي نازل اعلان عن معادل اعادة بتاعتك طب وهيبقى الغاية فين هيبقى زي المرة اللي فاتة لحد الخمسة يعني هيبقى خمس محاضرات هيبقى نفس الفورمال اه دكتور صح اه نفس التقريبا نفس الوضع اللي فات طب احنا نتواصل مع دكتورة انا ما حدش عارفه دكتور وقابل المترجم معه يعني خلونا يعني انا هسيب لكم ربع ساعة في الاخر نتكلم فيها في اللي انتو عايزين ماشي اه الاوت لاينز بتاعتنا ان احنا هنتكلم في حاجتين من لي يعني حاجة اسمها كريتيكال تينكينج وتاني حاجة اسمها ريزونينج ريزونينج يعني ازاي توصل بالمعلومات ان انت تحللها بمنطقية او معلومات مسببة او النتائج اللي انت وصل لها دي بسبب معين كريتيكال تينكينج ازاي تفكر بشكل نقدي او مش مقصود بالنقدي باللفز بس بمعنى بشكل تحليلي يعني ان التفكير بتاعك يبقى بيحلل الموضوع بطريقة ايه بنفسص الحاجة زي ما نقول كده بالعمية هتفصص الموضوع اللي قدامك لحد ما توصل لنتائج مرضية ليك ومرضية لعقلك ماشي بشمالسين الكريتيكال تينكينج ده هنتعلم في حاجتين حاجة اسمها انتليكشول ستاندرد او الستاندرد اللي بنقيس عليها الفهم بتاعنا احنا فهمنا الفين او احنا موجودين فين في الفهم بتاعنا للمعلومة وتاني حاجة elements of source يعني ال elements اللي هي عناصر التفكير ازاي بنبدأ نفكر في موضوع ماشي بشمالسين طيب طيب لنتكلم بيقول لك ايه ان انت كريتيكال تينكينج ده عبارة عن ايديا بتطلع في دماغك بتبدأ تشغل دماغك التروس دي معناها ان انت بدأت دماغك تشتغل او بتاعك يحول يفسص المعلومات زي ما احنا بنقول لحد ما تطلع عندك ايه فكرة جديدة او موضوع جديد دماغك موارس كده انت كده وصلت لللي احنا عايزينه او الكريتيكال تينكينج اللي احنا عايزينه نعم تسجيل محاضرة انا فتحت التسجيل المفروض اه معلس انا ما كانش نظاهر عني البلوم ستاكسونمي ده واحد اسمه بلوم عمل تفصيص كده للمعلومات بتاعتك او التفكير بتاعتك ورسمها على شكل هرم والرسمة دي دقيقة جدا لان الهرم بنبني القاعدة بتاعته اهم حاجة وبعدين بيبدأ يعلى 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 بالليفل بس معنى ان انت مرسملك على شكل هرم كده محدش بيوصل لقمة الهرم قبل ما بينزل ايه تحتي بل تحت ده هو ادنى مستوى من التفكير واعلى قمة دي في الفوق اللي هي الكرييشن ده اعلى حاجة في التفكير يعني او الانتليكشول سنترز اللي احنا بنتكلم عليها دي نجيب بالنسبالي بالترتيب اول حاجة عندك في عقلك بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده ماينفعش اقول ان انا عملت من غير ما اعمل في الحتة دي رسمة الهرم هي رسمة دقيقة معانا ان احنا ايه كل حاجة بالترتيب دلوقتي طب دي يعني ايه ده اول حاجة في التفكير بتاعك ان انت تتذكر المعلومة ما انت لو واحد مسلا عندك زاكرة السمكة كل خمس ثواني زاكرة بتاعتك بتتجدد فانت ما عندكش معلومات تبني عليها اي تحليل ولا اي منطقية ولا اي حاجة فاول حاجة في التفكير بتاعك ان انت يبقى عندك ايه دي او استعادة المعلومة ماشي يبقى دي اول حاجة بتحصل معاك لما بتيجي تبدأ تتعلم تاني حاجة استرجعت المعلومة خلاص وهضمتها هنبدأ ان ندخل في الليفل نمرة اتنين اللي هو الاندرستاند ان انت تقدر تكسبلين الايديا والكونسبس اللي انت تعلمتها يعني في الاول ايه انا دايما لما كنت في سنكم كنت بخرج من المحاضرة ملصمة المعلومة اقعد في بيتنا كده واجيب ورق الدروس واعد نسأل صحابنا ونعمل كده زي يعني لحد ما نوصل لمرحلة دي يعني انت بتطلع من المحاضرة مش فاهم مية في المية بس لما بتيجي تلم معلوماتك مع نفسك كده بتحس ان انت وصلت لايه لدرجة اعلى شوية من اللي حصلت في المحاضرة اللي هي اللي انت دخلت هنا في ايه في الاندرستاند بعد كده عملت خلاص وصلت للاندرستاند والفاهم بتاعك وصل لمرحلة معينة نبدأ نستخدم المعلومة دي في مكانها الصحيح اللي هو الابلاي ان انا اقدر اطبق المعلومة اللي انا واخدها في المحاضرة في البروبلم اللي قدامي في السكشن مثلا في الحاجة النظري وكمان المفروض ان انت تعلب كده ان انت المعلومة اللي انت بتستفيد بيها في الكلية تقدر تطبقها في الحقيقة وانا انا هحكي لكم موقف يدحك شوية بس حصل في الحقيقة ان احنا كنا في المصف انا وناس قريبي وكده فراجبين دي الالعاب المائية والحاجات دي فالسوفة بيت دي اللي هي عبارة عن اريكا كده منفوخة والجات ماشي ايه بسرعة واسحبها فنتيجة كده ان السوفة دي راجعوا الوراء واحنا شكلنا هنتدلق في المياه فالجانب يعملين يصوطوا وخايفين فقلت لهم ايه ما تخافوش احنا مش هنقعدة قوة ضد طارد المركزية فهي دي ان انت فهمت المعلومة لدرجة ان انت لما شفتها في الحقيقة اترت تسترجعها وتعمل لها apply في ايه في مكانها الapplication ان انت توصل بالمعلومة اللي فهمتها ان انت تطبقها في مكانها طيب انا لاعز دلوقتي اللي هي ايه ان انت تحلل المعلومة خلاص عملنا application ووصلنا للمرحلة ان انا قادرة احل مسألة لا ده انا عايزة كمان احلل الموضوع لأكتر من كده وفصصه اكتر من كده عشان اشوف ايه الروابط اللي بين كل فكرة والتانية احلل الموضوع ماشي يا جماعة draw connections among ideas اشوف الideas اللي في الماغي دي ايه الروابط اللي بينها بعد كده اعمل evaluate للانالايز اللي انا عملته ده انا حللت المعلومة وخلاص الدنيا تمام ابدأ اعمل evaluate اشوف بقى هل تحليلي ده منطقي هل في حاجة وقعت مني ابدأ ايه evaluate المعلومة اللي انا حللتها دي في الاخر خالص هيجيدي بقى creative audio وابوصلت لاعلى الهرم خالص وان انا بدأت بالي دماغ مختلفة عن اللي حوالي ودماغ انا التفكيري زي ما بيقولوا كده unique مش زي زي غيري محدش يقدر يؤثر على تفكير فدي انت فين بقى انت في اعلى الهرم بتاع بلوم اللي هو بنقول عليه taxonomia ماشي يا جماعة ده اللي ايه باختصار حتة critical thinking ان احنا عايزين نعلى من remembering ان انت just ان انت تفتكر المعلومة لان انت توصل ان انت بكرياتيب وان ان انت تفكر out of the books والكلام ده كل طيب critical thinking بقى لو عايزين نعرفه تعريف لفظ يعني بيقول لك ان انت routinely applying intellectual standards to the elements of thoughts as they seek to develop the traits of mature engineering mind يعني ايه الكلام ده عندنا حاجتين هنتعلمهم في السلايدز اللي جاية اللي هي intellectual standards دي standard اللي اقول ان البني ادم ده فاهم هو بيعمل ايه تطبقها مع حاجة اسمها elements of thoughts والتنين دول هيعملوا معك ايه هيعلوا بالتفكير بتاعك للمature engineering mind يحاول دماغك لمهندس mature يعني ناضج ماشي بيحاول قدرات التفكير بتاعك للنضج لمرحلة النضج الهندسي ده اللي احنا بندور عليه طيب intellectual standards دي عبارة عن ايه اول حاجة فيها clarity clarity اللي هي بالعربي اللي هي الوضوح ان انت ما فيش مهندس كلامه ما يقباش واضح فكره ما يقباش واضح في حد من كتر ما هو فاهم المعلومة يقدر يوصلها لك بوضوح وببساطة وبسلاسة من غير تعقيدات ومن غير لما تلاقي واحد بيلفه ويدور على المعلومة اعرف انه مش فاهمها clarity اللي هي حاجة understandable يعني ان انت لما تسمع الكلام تقدر تفهمه بسهولة فthe meaning can be grasp ان انت تقدر تلم المعلومات اللي من ال ايه الكلام اللي بيتقلك او القرية اللي انت بتقراها او whatever ايه فاول حاجة في ال intellectual standard او ال standard المعايير بتاعة الزكاء ان الكلام يقبى فيه ايه وضوح تاني حاجة accuracy accuracy يعني ايه يعني دقة free from errors or distortion وحاجة true يعني لازم المعلومات برضو كحد تحكم عليها من خلال المعلومة دي دقيقة ولا لا يعني انا لو جيت مثلا قلت الواحد مفروض انه هو بقاله شوية في الهندسة قلت له الطول كام قال لي تقريبا متر تقريبا دي هتابع مش عجباني انا في الهندسة لا عايز تقول لي الطول متر وخمسة سنتي لكن تقريبا دي مش دايما بتقريبا ايه احسن حاجة relevance relating to the matter at hand يعني حاجة مرتبطة بالمعلومة اللي في ايدك او الحاجة اللي انت مسكها في ايدك ماشي الحاجات اللي احنا بنشوفها دي ايه وقعها في الحقيقة او ايه ارتبطها بالمعلومات اللي عندي في الحقيقة او الواقع اللي عندي في الحقيقة طيب logicalness اللي هو logic حاجة لما بقول اتكلم بطريقة logic خليك منطقي في كلامك اني لازم لما حط اركب الكلام مع بعض الاقي فيه make sense together يبقى فيه سنس في الكلام باش الكلام مش مبني على بعضه او ان انا نطيت في نقطة مش عارفة انا جيت هنا ازاي لا لازم الكلام يبقى ماشي بطريقة logic ماشي يا جماعة طيب بريدس بقى انكمبانسينج مالتبال view points يعني ايه ان انت تقدر تطلع بمعلومة متكاملة من خلال زوايا مختلفة ان انت ما تقباش عقلك متحجر فماسك في زاوية بس من الموضوع وسايب بقيد الزوايا فكده حكمك ما يقباش ايه تمام بريدس ده ان انت تعمل يعني ان انت تتكامل بمالتبال view points يعني تبص للموضوع من كذا وجهة نظر ماشي يا جماعة دي الانتليكشوال ستاندرز طيب احنا عايدين نربط الانتليكشوال ستاندرز دي بحاجة اسمها ايه elements of sorts عشان نوصل لcritical thinking طب تعالى كده نشوف elements of sorts اللي عندنا وبرضو اي حد اشتغل في الانسانيات اللي احنا بنتكلم فيها والحوارات دي فالرسومات بالنسبة لنا تعني معاني وكل الكلام ينفعش توصل لقمة الهارم من غير ما تبدأ بالقعدة الدايرة بقى مالهاش بداية ونهية فكل elements of sorts دي مالهاش ترتيب معي كلهم مع بعض عبارة عن عناصر التفكير مفيش حاجة بداية ومفيش حاجة نهية ماشي اول حاجة بنقولها الـ اللي هي وجهات النظر المختلفة تاني حاجة الـ انت ليه بتذاكر انت عايز توصل لإيه لازم دايما يبقى عندك purpose أو غرض بتعمل منه الشغلانة دي او التفكير دا عايز توصل لحاجة لكن اللي هدف دا مش هتوصل لحاجة questions اللي هي الاسئلة اللي انت بتترحها على نفسك وبتدور على اجابتها فبرضو دا ايه جزء من elements of sorts information اللي انت بتحاول together المعلومات والfacts والexperience السابقة للناس والمعلومات المتاحة وكل دا عشان تساعد نفسك في التفكير في عملية التفكير وكده بعد كده inferences اللي هي conclusions with solutions انت لما وصلت لان انت فكرت ايه الconclusion اللي طلعت به ايه الحاجة اللي انا وصلت لها في الآخر concepts اللي هي theories والمبادئ والdefinitions والحاجات اللي انا بدأت بيها واعتمدت عليها في تحليل الموقف اللي انا بتكلم فيه assumptions اللي هي انت دايما عندك في الامتحانات ايام زمان يعني لما كانوا بيدونا الامتحان مسائل عامة وكده مش mcq كان يقول لك ايه any missing data can be assumed يعني الحاجة المسنج بالنسبة لك لازم reasonably assumed تعمل لها assumption وانت كمهندس لازم تشوف ان الassumption دا سلاح زوحد دين ممكن يودجهك لطريق الصح ممكن يبعدك عن الحقيقة جدا فهو انت بتعمل assumption be careful ان هو يبقى في الحدود المسموح بيها طيب implications and consequences اللي هي التبعات بتاعت الموقف يعني انا مثلا وصلت ان انا عاملة بحث وعمالة وطلعت conclusion وكل حاجة بفيه consequence بقى الموضوع ان انا لو نفزت الحوار دا بالطريقة دي هيحصل ايه او المجتمع هيستفيد ازاي او الوضع هيوصل ايه فدي implications وكذا طيب زي ما قلتلك هي صحيح دايرة كل elements مهمة بس اهم elements فيهم اللي هو questions دي ليه بقى لان انت اساسا اي واحد بيعمل research بتبدأ الموضوع معاه بquestion انت بتقول لي عندي حاجة مجهولة وبتدور على ايجابتها ان انا عندي حاجة مجهولة في عقلي وبتدور على ايجابتها هو دا اللي بيخليني ابدأ افكر وابدأ اجر بقى ورايا كل الحوارات اللي احنا ايه بنتكلم فيها من اول المحاضرة دي ماشي باش مهانسين حد عنده اي اسئلة الحد هنا لازم احفازها بالترتيب التمانية ولا عادي بس ما هيعرف الافكار التمانية وخلاص لا اعرفهم وخلاص ريزنينج بقى ازاي عندي داتا وحولها لجراف مثلا او كده وابدأ اقرأ الجراف ده بطريقة مسببة او اقدر اشوف ان بدام الX والY trend كده نبدأ نتكلم ازاي على الموضوع ده بيقولك ريزنينج اكيرز وين ويدرو كونكولوجين باست عن ريزن تعالى كده نبص مش عارفة data from trends ده عبارة عن ايه ان احنا كلنا واحنا بنعمل بحس في المعمل بندخل نحط ملح على مية ونشوف وصلنا لايه حطينا زودنا شوية الملح نشوف المية حصل فيها ايه ايه التغير بغير في عامل وبشوف العامل التاني المقابل حصل في ايه بسبت حاجة وغير حاجة وهكذا قعد ألعب كده عشان في الاخر ابدأ ارسم data على وشوف trend بين ال x وال y ده عامل ازاي ومن الترند ده اقدر اكون conclusion معين واقدر اكون في بعض الاوقات equation تربط الحاجة دي بالحاجة دي وابدأ اشوف ايه اللي بيؤثر معايا وهكذا هو مديك example وطح قوي بين potential difference بالvolt والcurrent بالامبير ماشي وبيقول لك مرة غيرنا الميديا اللي بينتقل فيها الجهد مرة حطينا الكايل بتاعنا في الوتر ومرة حطينا الكايل بتاعنا في الair فنقدر نقول اول حاجة احنا شايفينها ان كل ما ال current زاد potential difference زاد فدي حاجة reasoning عندي او الحاجة مسببة لان انا شايفة trend A طالع مع بعض تاني حاجة لما غيرنا المaterial او الجو حوالين الكايل اتغير trend بتاع line في الاول كان linear بقى او منحنة ما بقاش linear فكل الكلام ده بيباليها معنى فبيقول لك مثلا لو جينا بقى نناقش الفيجر اللي قدامنا ده هنلاقي ان resistance change with the temperature relation is non linear for coil in air resistance increase for coil in air هكذا resistance ده المفروض ان هي potential على current ماشي يا جماعة فبيقول لك وهكذا وهكذا لحد ما بيه بنقدر نقرأ بطريقة reasoning او مسببة ودي كان اخر حاجة في المحضرة حد عنده اي اسئلة لحد هنا في محضرة تانية او في اللي هي هناخدها برضو بس دي المحضرة الاولانية فحد عنده اسئلة في المحضرة دي يعني دي معلومة انت وصلت لها بناء على مسبب قدامك حاجة قدامك ماشي جماعة في المحضرة التانية بقى هي برضو خمستاشر صفحة او يعني يمكن كمان اقل من خمستاشر صفحة تلاتاشر او حاجة زي كده هنتكلم عن الاثيكس هل الاثيكس المفروض يتعلم في محضرة الاثيكس اللي هي اخلاقيات المهنة ماشي هو الواقع انه يتعلم في المحاضرات لسبب انا عشان اقول البني ادم ده اخلاقه حلوة او وحشة لازم يبقى فيه ريفرانس بنرجع له تاين ماينفعش احكم عليه بهواي بمعنى اخر ان انا مثلا ممكن محجبة متوسطة واحدة تانية مش لابسة حجاب تشوفني متشددة المنتقبة تشوفني منحلة فكلنا بنرجع لفكرة ان احنا كلنا عندنا مثلا دستور اللي هو قرآن او كده حاجة كده امتى اقول ان البني ادم ده خالف قواعد المهنة او هو ماشي بما يرضي الله ليها برضو كودز وليها قصص وليها حاجات بتحكمني في المنظر مش بسيبها للأهواء الشخصية نعم عطيني حاجة زي ستاندرز يعني بزيب ستاندرز اقول اللي قال عنها ده بقى ايه يبقى دكتور احنا انا مسجل الاسكس الترمي ده فهل هي اللي علاقة برضو بالموضوع بتاع المحاضرة دي ولا يعني ده اعتبر جزء منها صغير ولا ايه بالزبط دكتور تقريبا اتعملك ميوت ايه باش مهانسين ايه بصة انا معرفش انت بتاخد ايه في الاسكس مع مش عارفها كده الصوت واصل اه كده تماما اه يعني مش عارفة انت بتاخد ايه بس يا دي محاضرة هتمتحن فيها فاذاكر لنا السلايز بتاعتنا وخلاص يعني ايه لا انا اقصد ان هو يعني المحاضرة دي تعتبر مقدمة للمنهج بتاع الاسكس نفسه او هي تعتبر نفس المنهج مفروض ان كل الانسانيات بتكمل بعض المفروض ان كل المواد اللي هي دي او تمام ماشي ماشي بيقولك الانجينيرينج ايهكس دي عبارة عن ايه او اخلاقيات مهنة الهندسة دي عبارة عن ايه ايه the field applied ethics that examines and set standards زي ما زمالكم قال بنحط standard للانجينيرز دي بنشوف مين اللي هو ايه الابليجيشنز او ايه المتطلبات بتاعته انتجاه المجتمع بتاعه والclient اللي هو الزبون بتاعه والعمالة بتاعته كل حاجة بنحط له standards كده عشان يعرف هو يمشي ازاي في الطريق الصح بتاعه ماشي مش معانسين وكده نشوف يعني ايه الميتر متاعنا الميتر قالوا الميتر لأ هيكون امتة او كده لأ امتة مع دكتور سامي طب لو حد مع دكتور سامي برضو حد ما تحفيش تواي بحد فين لحد فين لحد المحاضرة اللي فاتت دي مش هتخش معاك زيك زي زمائلك عادي اه تماما شوفا مش المفروض يحصل كده في كل المواد يا دكتور دكتور والمفروضان الميتر ما عليه نفس الدرجات ونفس الماتيريال تدخل فيه يعني في كل المواد في كل المواد دكتور هتبقى يعني اللي امتحنوها الميتر من الاول بص عشان ما اقولش كلامه على مسئوليتي يعني وهضيعك معايا انا مسئولة عن مادتي مادتي اه انا متأكدة ان انا هافعل المحاضرة زيك زي زمائلك وده المنطق هو ده المفروض لكن برضو هو كل دكتور احنا احنا اتأجلنا علشان احنا متأخرين اه ممكن تكلم المنصق بتاع يعني يتكلم دكتور ولي محاضرة دي بتتساكل يا دكتور فممكن يعني نخلي الكلام بعد التسكيل يعني بعد ما يخلص تمام ماشي يبقى الانجينيرينج doesn't have a single uniform system for ethical conduct across the entire profession بمعنى ايه single uniform يعني هي مش حاجة موحدة لكل المهندسين كل واحد كل تخصص وليه ethical uniform يعني ليه قوانين standard ethics خاصة بي ماشي يا باش موحدة يعني بتاع الكهرباء غير بتاع المدني غير بتاع الميكانيك لان كل واحد بيتعامل مع زباين مختلفة مع اوضاع مختلفة فكل واحد ليه ايه ethical code بتاعته ethical approaches vary very somewhat by discipline and most influenced by whether the engineers are independent or working for the government بيقولك بيختلف باختلاف زي ما قلنا التفريع بتاعته او التخصص بتاعه وبرضو بيختلف هل انت شغال في مكتبك ولا شغال عند الحكومة فدي حاجة ليها اعتباراتها لما انت تبقى موظف حكومي بيبقى عندك اعتبارات اكتر شوية من لو انك ايه واحد independent او فاتح المكتب بتاعك فاتح المكتب بتاعك بقى تاخد زيادة شوية من العميل تاخد اقل دي حاجة ترجعلك لكن مثلا في الحكومة ما ينفعش تاخد غير اللي مطلوب منك او المعروف ان الحكومة حاطى لك مثلا ان انت تعمل الرخصة بمتين تلتمية جنيه هتاخد المتين تلتمية جنيه ما ينفعش انت اللي تطلب ايه بمزاجك فالكلام ده كله بيختلف معانا ايه وبيدخل ضمن الاثكس وكده ان انت لازم اللي بيشتغل للحكومة بيبقى عنده معايير اكتر شوية من اللي بيشتغل independent او مستقل بذاته طيب ما عليش دكتور سؤال بس هو مش انا حرارة يخلصنا اللي اصدتوا محاضرات الاعونية الحد دي اخر حاجة هو دي محاضرة سبع ولا دي هي محاضرة اللي هي الخامسة دي اللي هي كراتيكال تينكينج والاثكس انت لو لاحظت كل المحاضرات تلاتين سلايدز معايدة دي خمستاشر سلايدز في المحاضرة دي و تلاتاشر سلايدز بس هي عشان المحاضرة المفروض ساعة ونص تقريبا فخمستاشر سلايدز قليلة جدا ان هي تتاخذ في ساعة ونص دي فالي هي زيادة او كده نعم اللي دي زيادة او المحاضرة السمت على نعم الزيادة دي معاك في المنهة كايت يعني احنا بنقول هي محاضرة سميها خمسة اي و خمسة بي كنا مسمينها كده زمان بيقولك انت ساعة بتعمل حاجات لا اخلاقية ساعات عن عم ساعات عن اللي تعمل فاحنا بقى هنديك الحاجات دي عشان لو بعد كده ما تقولش ايه انا ما كنتش عارف ان الحاجات دي او حاجة ضد الاخلاقيات بتاعة المهنة تاني حاجة هنديك برضو ادوات ان انت ازاي تطلع القرار بتاعك بطريقة اخلاقية يعني معاضلة كبيرة او مشكلة كبيرة ايه البوينت اللي انت المفروض تاخدها في اعتبارك ثمانية باش مواسين ورجع ايه البوينت اللي تاخد بلك منها افويت ايه كوبي رايت انفرينج انفرينجمنت دي اللي هي حقوق الملكية الفكرية والحاجات دي ما تجيش مسلا تشتغل عند مكتب وتيجي تتنقل مكتب تاني فتاخد من الشغل بتاع المكتب ده تدي للمكتب ده ده غلط ماشي ماشي ما ينفعش ان انت تيجي اقولك اعمل لي جسة في منطقة او شوف الماتيريال دي تنفع ولا ما تنفعش ولو انت رايح تشتري اسمانت شوف الاسمانت صالح للبنى ولا لا وتيجي تلعب لي في الريزز بتاعتك وتقولي ان الحاجة تصلح وهي لا تصلح طبع متعكس المعلومات زي ما وقالك تقولي الحاجة مثلا تصلح وهي لا تصلح يعني مثلا لو عامل انت عامل project manager في مصنع او حاجة لازم تحط لي بطريقة كلير ان انت متأزيش حد بعاديك ان اللي يعرف يستخدم يعرف يستخدم كويس يعني كل الحاجات تقبق ايه كلير انستخدم في الاستخدامات وانت برضو في مصانع او في اه ممكن لو مدني بتقبق مش في موقع او حاجة بتقبق عامل حسابك كاوي في حتة السافتي وورنينج دي ان الناس تقبقى لابسها الخوزة ان الناس مش عارفة تبعد عن الاماكن الخطر ان مش عارفة يربطوا تسألك كويس وتفر ايه السافتي وورنينج دي لازم تتعمل لان في ناس طبعا يعني بتتضر كتير جدا وفي ناس بتفقد حياتها لو السافتي وورنينج دي ما اتطبقتش كما يجب فدي برضو ايه من مسئولياتك طيب انت بقى ازاي ايه الاثيكال دي سيشن ميكنج ايه الحاجة اللي انا قدر اعرف زي ما قلتلك انا دلوقتي لو عايز اعرف حلال ولا حرام هافتح القرآن طب ايه اللي في الاثيكس نعمل كده بيقولك فيه كود للاثيكس بيقولك فيه كود دور عليه الكود ده معمول بفين او مين اللي عمله اللي هم المهندسين المختصين في المراكز في الاسوشياشنز دي اللي هي ايه زي النقابة المهندسين الحاجات دي كلها عاملين كود للاثيكس لو انت فيه حاجة قدامك مواجهك مش عارفة اثيكال ان انا اعمل كده ولا لا ابدأ دور في الكود وتعرف اذا كان الحاجة دي اثيكال ولا لا طيب ده فاندمنتال كانونز ده اللي هو الكود الاولاني اللي احنا بنشتغل به كانونز دي اللي هي الكلمة اللي ما اتخذ منها كلمة قانون الاساسية القوانين الاساسية للاثيكس ده اسم كود من الاكواد اللي احنا بنستخدمها للاثيكال بهيور يعني الكلمة دي متاخدة من الفاندمنتال كانونز ان اهم حاجة ان المهندسين ياخدوا بالهم من ايه من السافتي والصحة العامة والرفاهية بتاعت البابلك طب انا مالي بالصحة مثلا ان انت بتنشئ مصانع والمصانع دي بتطلع عوادم وبتطلع حاجات اللي هي بتترمي الريزيدوالز وكده فلازم وانت بتطلع عوادم تبقى عارف ان العادم اللي طالع ده ما بيدرش بالبيئة اللي حواليك بيدالي ما بيدرش بصحة الناس تاني حاجة الويلفير بتاع المجتمع ان انت يعني يبقى فيه شوية رفاهية للناس وانت بتصمم المدن وبتصمم الاماكن الواسعة وكده تضمن للناس حياة كريمة زي ما بنقول ماشي يا بشمانسين ده حاجة من الديوتيز بتاعتك ومن الوجبات اللي عليك اتجاه المجتمع طيب يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك تشتغل في التخصص بتاعك مثلا الجملة المشهورة مثلا بتوع مدني يقول لك ايه انا ممكن اشتغل شغل مدني وعمارة لا انت مش ممكن تشتغل مدني وعمارة لازم تشتغل مدني بس فعشة تقول اشتغل اللي اتنين وتاخد ثمن ايه وفي الاخر الاقي نفسي بانية شوية بلوكات كما ببعض ملهاش اي معنى ماشي يبقى كل واحد يشتغل في التخصص بتاعه دي حتة بتقبى وحشة قوي في المهندسين الكبار ان انت لما بتوصل مثلا تفتح شركة او تبا شوية انت سوبرفايزر ساعات بيبقى فيه انانية في العلم وفيه بخل في العلم البخل مش في الفلوس بس البخيل ده ممكن يبقى بخيل علما ومشاعر وكل حاجيا ففيه كمان بخلف العلم فانت لو واحد بيشتغل تحت ايدك المفروض ان انت تعلمه بالزبط للحاجات اللي هو يشتغل فيها بعد كده يعني لو سابك يعرف يشتغل فيه ناس ما بتفكرش فيه كده فيه ناس بتفكر ان انت لازم تفضل محوظ له ولازم تفضل تحت ايده وإلى آخره فبيفضل كاتم على معلومة عشان انت تفضل ايه تحت ايده دي حاجة تاني حاجة فيه ناس بتفضل المهندس الصغير يشتغل عندها وما تعليهوش ما تسمعش اسمه يعني مثلا ان انت لو انت اللي مصمم مشروع يبقى اسمك مكتوب ان شاء الله بالقلم الرصاص تحت اسم صاحب المكتب عشان شوية ايه تبدأ تعلى سنة بسنة لكن طبعا فيه في الشغل سعيد مش دايما النسب تعمل مع بعض كده فبيقولك ان من من اخلاقيات المهنة ان انت تعلى بالكارير بتاعك وتعلي اللي تحت ايدك كمان مش انت بس اللي تعلى طيب يعني بمعنى ايه ان انت المفروض تبني سمعتك البروفيشنال بطريقة فيها منفسة شريفة زي ما بنقول بمعنى ما جيش مثلا انا عارفة ان المبنى ده يتكلف مثلا تصميم مليون جنيه عارف ان الصاحب يقال مليون جنيه ادي كان اقول ايه لأ ده انا هصممه لك بسبعمائة الف وهديك حاجة كويسة واسيبك منه وتعلى لي لأ ده يعني حاجة عنف افكال طبعا وما يصحش انها ايه تتعامل او ان انت تبني سمعتك او تاخذ زباينك بالطريقة دي ماشي بشوانسين طيب يعني انت لما تيجي بفضع ان انت بتحكم بين الكلينت بين مثلا احد بشغل عندك او كده او اي حاجة او انت محطول في حتة تعارض مصالح ما تحطش مصلحتك في الموضوع ما تحطش مصلحتك في الاعتبار شيل مصلحتك من الموضوع خالص وتداسة ان انت لك مصلحة واحكم بطريقة fair enough يعني يعني لو انا مثلا في مقاول بتعامل معي وعارفة ان صمعته سيئة بيغش في الاسمنت وبيجيب حديد مصدي ولا بيعمل مش عارفة ايه ولا كده وانا مصر اتعامل معي يبانا ايه برضو بجيب حاجات رخيصة وعايزة فلازم وانا بتعامل مع اشخاص تحت ايدي ادور على الناس اللي هي معروفة عنها السمعة الطيبة عشان ده ما يقصرش على ايه سمعتي وعلى شغلي بمعنى الناس مثلا اللي دلوقتي مخنوقة قوي في مدينة ناصر وبيقول مدينة ناصر بقت زحمة وبقت بقعة سوداء وكده ما حدش فكر عمرو الزحمة دي كلها جات منين؟ جات بقى من حتة الاثيكل كود ده ما اتبعش في بونا مدينة ناصر من انت المفروض مدينة ناصر كانت مصممة ان اعلى بيت فيها ما يعليش عن اربعة دوار كان كل واحد ياخد شوية فلوس يدي لقدامه ترخيص انه يبني 15 دور و11 دور و12 دور فبدل ما كل عمارة فيها اربع اشخاص مثلا بقى العمارة فيها 20 شخص ففجأة لقينا نفسنا ما فيش اماكن نمشي فيها في الشوارع ما فيش مكان نوركن فيه ما فيش ما فيش ما فيش فلازم واحنا لو واحدوتين في المواقف دي ما نقبلش ان احنا ندي ترخيص مش حاجة قانونية او كده لمصالح شخصية لان طبعا اللي عمل كده كان كل همه مصلحته الشخصية لاننا شوفنا هو على اللون جران الدنيا فعلا بقت زحمة جدا والدنيا فعلا ناس مش عارفة تعيش ومتر الارض اللي كان زمان غالي قوي دلوقتي رخص وهكذا لتيجت ان الناس ايه تهونت في حقوق بعض طيب الحتة اللي انا قلتها لك ان انت ممكن تبني مصنع وتشغل مهندس ميكانيكا في مصنع لما تيجي تبني مصانع سواء ادوية سواء حاجة بتطلع عوادم حديد وصول باي حاجة لازم اولا انت تبعتها عن اماكن السكنية تاني حاجة تشوف العوادم بتاعتها هتتخلص منها ازاي وهتعالجها ازاي قبل ما تطلع على الناس وعلى صحة الناس وهكذا كل الكلام ده يندرج تحت الايه الاثيكال كود بتاعنا طيب فاسنك دايلاما ان انت توجهت معضلة في شغلك المفروض تعمل ايه يعني لازم تحلل الموقف بطريقة متأنية وبطريقة فيها مسئولية consider the issue involved from more than one angle لازم تبص الموضوع من جهازة زاوية consult with others ما فيش مشكلة ان انت تاخد اراء اللي حواليك consult دي اللي هي تستشير يعني think long and hard before making a decision لازم 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 قبل ما تاخد قرار تفكر مرة واثنين وعشرة لان القرارات بتاعت المهندس المفروض قرارات مصرية وبيتوقف عليها حياة بني ادمين يعني فلازم ايه ان انت قبل ما تاخد قرارك تيبه متأني جدا في ايه في التفكير مانشي باشمانسين thanks for your attention حد عنده اسئلة اه بعتزنه حريكة باشماندسة وكده بكرة فيه ان شاء الله محاضرة ولا لا لا بليش خلاص فعلا كتير عليكم مرتين في الاسبوع كده لا خلاص خلينا مبدئيا ان نتفق مع بعض الحد الجاي ومعليش ماندوب الدفع برضو يبعط لي السبت لي اكد عليها ايه دكتور اه هو لو ما تحددش الميتر من الفايل اللي فاندو منتا مش هناخده مش هنمتاح الاسبوع الجاي لا هو هيتحدد ما فيش حاجة ما مش هيتحدد ما انا نودلكم الدرجات اما هو مش يعني اكيد هيتحدد قابليها في فترة شوية يعني كافية ان انت تقدر ايه اه التذاكر يعني مش هيبال اسبوع ده لا وانا برضو هبعد لدكتور سامي اعرف منه لو هو حدد معاد او كده دكتور السلايدز ده تنزل؟ قادر انا ازلهي لك شكرا طب دكتور او داخل قبل المتر معي داخل المتر معي ادخل في الصور قادر او لا لا